يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يثير الجدل على حسابه عبر تويتر كما جرت العادة بل يمتد ذلك إلى المؤتمرات الصحفية أيضا ترامب وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كشف أنه لم يسمع عن إدلب من قبل وعلينا للمرة الأولى بالهجوم الوشيك على إدلب من امرأة سورية وتأكد من صحة ما قالته هذه المرأة من خلال مقال قرأه في صحيفة نيويورك تايمز الرئيس الأمريكي اعتبر أن توقف الهجوم على إدلب وإنقاذ الملايين من الأشخاص كان بفضله وذلك بعد أن حذر روسيا وإيران والنظام السوري عبر تغريدة قال فيها إنهم سيرتكبون خطأا إنسانيا فادحا بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة ترامب أضاف بأنه ليس وحده من طالب بذلك بل وزير خارجيته مايك بومبيور ومستشاره للأمن القومي جون بولتون طالبا بدورهما بعدم السماح بحصول ذلك فتوقف الأمر وهو ما جعل الكثير من السوريين يشكرونه على حد قوله ترامب تابع القول إن هذا لا يعني أن النظام السوري لا يمكنه التصرف بشكل انتقائي ولا يمكنه الدخول إلى هناك والقيام بما يجب القيام به تجاه الإرهابيين مستدركا لأنه يقصد الإرهابيين بالذات وليس قتل ملايين المدنيين وكانت روسيا اتفقت مع تركيا خلال قمة جمعت رئيسي الدولتين بمنتجع سوتي في السابع عشر من أيلول سبتمبر الجامع على إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل المسلحة بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا على أن تكون خالية من الأسلحة الثقيلة والجماعات الإرهابية بحلول يوم الخامس عشر من الشهر القادم